ما زال التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يأخذ منحا متصاعدا على الرغم من الحديث عن وساطات لنزع فتيل الأزمة فيما يبدو العراق مرشحا فوق العادة لكي يكون مسرحا لأي حرب قد تندلع بين الطرفين دراسة أمنية قام بها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كشفت أن إيران تخطط لاستخدام العراق كقاعدة إطلاق صواريخ ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ففي الوقت الذي تعلن فيه إيران أن صواريخها قصيرة المدى قادرة على استهداف السفن الأمريكية في الخليج العربي تؤكد الدراسة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن إيران ومنذ أشهر تقوم بتجهيز فصائل مسلحة في داخل الأراضي العراقية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى لاستخدامها في الحرب القادمة مشيرة إلى أن الفصائل التابعة لإيران في العراق ومنها ميليشيا بدر وميليشيا حزب الله تمكنت من تجهيز خط نقل عبر محافظة ديالا بعيدا عن سيطرة القوات الحكومية أو المراقبة الأمريكية حيث تقوم بتهريب الصواريخ البذكورة إلى داخل العراق الدراسة كشفت أيضا عن موجود خطة إيرانية تعرف باسم الجسر البري تتمحور حول تأمين سياسي وعسكري للسيطرة الإيرانية على دول تمتد من أفغانستان وحتى البحر المتوسط وبيّنت أن طهران تخطط لاستخدام الأراضي العراقية للقصف ليس لكونها قاعدة أقرب تزيد من قدرة صواريخها على بلوغ أهداف أكثر استراتيجية فحسب بل لكونها أماكن انطلاق غير متوقعة من قبل القوات الأمريكية وحلفائها مشيرة إلى أن نموذج الحرب بالنيابة استخدمته إيران في أكثر من دولة في المنطقة حيث تقوم بتجهيز الفصائل المسلحة في تلك البلدان بالأسلحة والصواريخ وتنتظر منهم القيام بالعمل لصالحها حتى تزيد من سيطرتها الاستراتيجية وتلحق الأذى بخصوبها بدلا من أن تدخل حربا مفتوحة مع الولايات المتحدة تكون نتائجها كارثية